السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة موضوعنا هيبقى عن الكتاب وبالاخص الكلب اللي في الصورة ده وهو كلب البونتر كلب البونتر دوت كلب سيد قوي جدا 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 تخصصه في السيد ببقى بيرجع للطيور كلب ده ليه انواع عديدة اللي هي منها انجليش بونتر سبانيش بونتر جيرمان واير هير بونتر وجيرمان شورتي هير بونتر وهو ده موضوعنا النهاردة كلب الجيرمان الشورتي هير بونتر اولا كده هو كلب الماني تاني حاجة ان هو كلب قوي جدا 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 الكلب دوت يعني من الكلاب اللي هي قوية التحمل في موضوع السيد ده قوي ولما بيلاقي الفريسة هيجي في شكل الصورة اللي قدامكه ده بيبقى راسه لتحت رجله مرفوعه ديله واقف زي ما انتو شايفين كده كلب ده ممكن يقعد له ربع ساعة تلت ساعة على نفس المنظر ده ما يتحركش عشان الفريسة بتاعته كلب البونتر دوت عنده مبين صوابع رجليه حراشف زي البط بتساعده على العوم وبيبقى سريع قوي 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 دكر البونتر وزنه بيبدأ من اربعة وعشرين كيلو خمسة وتلاتين كيلو وانت طالع النتاية بتبدأ من اشرين كيلو لتلاتين كيلو وانت طالع طوله من عند الكتف بيبقى خمسة وستين سنتي والنتاية بتبقى من تسعة وخمسين سنتي لازيت الكلب دوت عنده قوة رهيبة 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 وفي ميزة جامدة زي ما انتوا شايفين في الصورة كده لما بيجي استود ما بيغرس انيابه في الفريسة بتاعته كلب دوت فوق الجامب بشوية كلب سريع رشيق زكي بس في مشكلة لو انت اول مرة تربك لا بيبقى منصر اصحكش تربك الكلب ده كلب مهايبر قوي عنده طاقة زيادة عن اللزوم يعني هو مش بتاع منظرة لو هتجيبه هتمرمط نفسك بيه في الشارع كلب دوت عايز يتدرب عالصيد او هو يعني بالمعنى الكلب ده بيبقى فيه غرسة السيد من صغره واستنونا في حلقات كتير عن الكلاب ولو عجبك الفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وانتظروا فيديو جديد عن الكلاب اشتركوا في القناة